يساعد اوقاتكم متابعين قناتي ديريشز اندفريش اطيب الوصفات معي انا نور بفيديو جديد لليوم اول شي اهلا وسهلا فيكم من اي مكان وباي وقت عم تتابعوني فيه خليني يبلش معكم بفنجان اهوتي الصباحية وبعدها خلينا نحكي عن تجهيزات طبخة اليوم اليوم بدي حضر معكم اكلة الششبرك هاي الاكلة سارة من الششبرك اسما بس لكنها بيتتفيلة جديدة وبنكهة جديدة لحنا عمل ششبرك بدبس البندورة ونحنعمل اكلة الطاطبراك التركية اكلة كتير لزيزة وطيبة هتلاقي اصناف وانواعها جديدة تنزيها عصفرتك لعيلتك ان شاء الله حتنال اعجابكم وحضر معكم المحلاية الشامية لكن على الاصول لح تطلع معك نفس المحلات بالبداية لا تنسي تعمل اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد ينزل بقناتي وما تنسوا تعملوا لي لايك على الفيديو فضلا وليس امرا هلأ خلينا نشرب قهوتنا وبعدها مبلش تحضيرات الطبخة انا هون حطيت زيت نباتي ونزلت نس كيلو لحمة هبرة حصرا بدون دهنة بقلبها بالزيت لحد ما تبالش يتغير لونه طبعا انا بحب بلش باللحمة تقلايا لحتى بعدين نضيف البصل بحس البصل بيدبل بسرعة اذا بلشت فيه وما بيتحمل كتير هون حطيت معلقة صغيرة فلفل اسود معلقة صغيرة فلفل احمر ومعلقة صغيرة ملح ببلش قلب باللحمة لحد ما يبلش يتغير لونه انا هون بعدها كنت مجهزة بصلي حجم وسط مفرومة فرم خشن شوي بدي نزلها فوق اللحمة وهون هلأ بضيف البصل وبقلبن مع بعض بهذا الشكل لحد ما يشتوه تمام ببلش تضيف باقي الخضرة هون انا راح اضيف كمان عشر حبات هيل انا دائما لما اعمل تقلاية لحمة وبصلة او قللي لحمة بحب ضيف كم حبة هيل بالتقلاية بيعطونك ها كتير طيبة هون ضفت انا فطر كمان كمان قلبتوا منيح معنوا تركتوا لستوه تماما كلون اخر شي ضفت الفلافلة اللي مقطع فيناك تضيفي فلافلة ملونة فيناك تضيفي فلافلة خضرية اللي متوفرة عندك انا ما قليتون كتير ما بدي يتغير لون الفلافلة لان اصلا لح تدبل والدوب لما تنسلق بقلب المرأة طبع الششبرك هلا بشيل التطبيلة على جناب لحتى تبرد تمام لازم تكون باردة لما بنا نبلش حشي فيها هون بدي اعمل عجينة الششبرك عجينة الششبرك تقليدية جدا الكل بيعرفها اللي هي عبارة عن طحين ومي وملح فقط لا فيها زيت ولا فيها خميرة ولا ايه شي تاني انا تقريبا حطيت حوالي الكيلو طحين ضفت لهم معلقة ملح والمي صرت تنزل على حسب الحاجة وصرت اعجان طبعا انتي المفروض ما تكتري كتير كمية طحين مشان ما يزيد عندك لانه هاي العجينة الصراحة صعب يعني تلاقي ايه شي تستفيدي منه تاني ازا زاد عندك كمية كبيرة فانا بطبيعة الحال بقدر تأدير ودائما اذا نقصني برجع بعجنة شوي وبساوي مرة تانية عجنة جديدة انا لما ساوت هاي العجنة لزمني رجعت عملت عجنة تانية بس طلعوا راس هنو بعبون يعني لا زاد عندي عجن ولا زاد عندي حشوة هلا هيك صارت عندي العجن جاهزة انا لحطة هون وغطية بس بينات ما جهز العدة لحتى بلش شغل لانه هي طبعا ما بتحتاج راحة هون بدي افرد هاي القطعة بدي اشتغل عليها مشا ما اوسخ الدنيا وبدنا نقطع ممكن بقطعها او ممكن بكاسة امه كبير هيا الشش برك بده تكون الحبة كبيرة ما لح تكون الحبة صغيرة كتير متل الشش بركة بلبان بنفرد العجيم متل العادة السماكة بده تكون يعني رقيقة هي بس ما بناها كتير كتير رقيقة تصير متل الورقة بدنا شوية سماكة فيها لحتى ما تشقق معناه او تفتح بس نحشيها ونسكرها الحشوة اذا طلع معكم فيها سوائل اذا ما نشفتوها تمام عالغاز وهي عم تنطبخ حطوها بمصفاية تصفي السوائل اللي فيها مشان ما تلبكون بالشغل كمان وهيك طبعا نحنا منقطع العجين بهذا الشكل وانا بحب قطع كل العجين وبحط الحشوة بقلب كل الحبات وبعدين بسكرهم ورا بعض وبحس هيك الشغل اسرع لي هاي الاكلة كتير كتير طيبة هاي تاتا الله يطولنا بعمرة دائما كانت تساوينا ياها انا بس كبرت على قد ما بحبها عملت اضافات من عندي تاتا بتعملنا ياها بس بلحمة وبصلة بالحشوة اللحمة بتحطها تاتا نية انا صرت حبها هيك اكتر مع الفطر والفليفلي صرت حصة اطيق وولادي كمان كتير بحبوها فعندي يعني الاكلات يعني المميزة وتغيير يعني بتكسر شوي الروتين الصراحة روتين الاكل كتير مملء زي الواحد بدي يضل يعمل دائما نفس الاكلات اللي متعودة عليها او اللي بيعرفها فانا بطبيعة الحال بحب كتير نوع وبحب جرب اكلات جديدة على سبيل المثال عنكم الاكل الهندي انا كتير بحب الاكل الهندي بحب كتير جرب يعني اكلات هندية وهيك بحس اكلهم طيب فحلو الانسان يعني يتعلم وصفات جديدة اكلات جديدة مو غلط وخصوصي انه الاكلة مكوناتها مبينة انه يعني في اكلات وقت بتنطرحها عليكي فبتحسي انه غريبة او بتحسي انه مستحيل كيف زبطت هاي مع هاي كيف تطلع الطعمة في اكلات بتحسي لا منطقية يعني انه لا ممكن تكون طيبة يعني بس تنعمل هيك المكونات متناسبة مع بعضا النكهات متناسبة مع بعضا هلا هون انا عم سكر الحبات بهذا الشكل طبعا عملوا عندي كمية كبيرة انا ما صورت لكم كل شي انا صورت لكم بس يعني لقطة سريعة من خطة الشغل تبعي طبعا الحبه بدت متل ما قمتلكم بدت تكون كبيرة شوي والعجين يعني متل ما خبرتكم كمان حاولوا ما تكون كتير رقيقة مش هتتسكر معكم برياحة ما تشقي هلا هون بدي ساوي الطاطة برك لحمة نية هبرة بحط له شوية فلفل اسود فلفل احمر وشوية فلفل احمر وملح وطبعا قطعت انا هون العجين لكن العجين بدنا نقطع لحبات الطاطة برك متل الشش برك بلبان بدت تكون صغيرة بدنا نعملون حبات صغيرة يعني الحبة بدت تطلع معنا قد لقمة واحدة بتاكلية حتى الحبة ما بتنقسم فرعا منحط النحشية باللحمة في ناس بيحطوا بصل مبروش بقلب الحشوة يعني مع اللحمة انا حسيت هيك ازباط طبعا بتقدري تسكرية بالشكل اللي بتحبي فيناك هيك تعاملية بهذا الشكل فيناك تعاملية مثل الفطيرة تبعها جبنة نص دائرة انا عملتهم بشكل نجمة بهذا الشكل سهلة كثير طبعا وما في تعييد حبيت شكل اكتر هيك وحسيته امياز هدول الاكلات ما بعرف في اكلات ممكن يا شركسية يا شيشانية بيعملوا هيك بيحشوها حشوة لحمة مع بصل او خضار ما بعرف وبيطبخوها على البخار وبياكلوها مع صوصات فأنا بحب هيك هاي الاكلات فهدول الاكل بتاني بحسن هيك على هاد النمط هلا هون انا خلصت خلصت الحشوة انا طبعا الطاطة بركنت بدي اعمل تشكيلة بس يعني صحن مع هاي الاكلة وبما انه بدي اعجين واعجين وبيدي طلع لحمة وبيدي ساوي تتبيلة فلزالك عملت هيك كم حبة وهلا بكمل شغلي وبركب على الاكلة هون حطيت طنجرتين موي اللي كبيرة بدي اعمل فيها شش برك الدبس البندورة والتانية بدي اسلق فيها حبات الطاطة برك هلا هون انا حطيت دبس بندورة بهاي الطنجرة طبعا ما بدي كتري كتير دبس بندورة ما بنيها تصير تقيلة وسميكة بدبس البندورة بدنا سماكتها تكون وسط نوعا ما هلا بينات ما تغلي او تتعقد مرقة دبس البندورة انا هون لح جهز الصوس طبع حبات الطاطة برك لح اهرس كم سنتوم رح اطلون رشة ملح وشويات لبن بس ما بداش يتعني طبعا انا عملت شي كفي الكمية اللي عندي هلا هون المية غلط طبع السلق لح سقط الحبات بهذا الشكل اللي بتركون لحتى ينسلقوا ويستوه تمام مية بالمية طبعا اللحمة النيا لح تستوي على الحرارة ضروري بالاكلات اللي بدك تستخدمي فيها لحمة نية بدك تستوي على السلق مثل الشش براك او الطاطا براك فانتي بدك تستخدمي لحمة تكون نوعية تظاريفة اه وطيبة طبعا بيعضوا سلق بين العشرين والخمسة وعشرين دقيقة طبعا الكمية كمان بتلعب دور هلا هون انا عندي الشش براك بدبس البندورة هون بدي سقط الحبات طبعا انا زبطت ملح المرقة وبنزل بقى هون وبحرك كل شوي بتحركي لان اول ما تبلش يتنازليهم فوقات بينزلوا بيجمعوا بالسفل ممكن ينزقوا فيفضل بتعملهم تحريكة هون بقى غطيتهم وبتركن لحتى يستوه دك تنتبه بس غلط المرقة مع الشش براك ما يفور بتطلع رغوة تبس البندورة ممكن تفور اذا كانتها مغطاية هلا هون صفيت انا حبات الطاطا براك بحطهم بالمقلاية سمنة وشوية زيت انا حطيت زيت معاها لان السمنة دسمة شوي فحطيت كمية قليلة طبعا انا بدي هون شوي يطلعون بح بحين هلا بتشوفوا شو بدي اعمل فيهم هلا هون انا حطيت فلفل اسود وفلفل احمر ورشة ملح هحبات الطاطا براك وقليتهم مثل ما بقلي الماكرونة بلبن ما بعرف اذا انتو كلكم بتقلوها مثلي للماكرونة لكن انا بحس اطياب وهلا هون صارت عنا الشيش براك جاهزة لحس كباب الصحان مستوية تمام والنكهة بتجنن عن جد اكلة كتير طيبة وكتير لزيزة اذا جربتوه ان شاء الله حتنال اعجابكم وحبات الطاطا براك كمان هلا بدي اسكبوه بعد ما تقلوه بالسمنة السمنة اللي حتزيد بالطنجرة انا اللي حرجع حطها على الغاز وشغل الغاز تحتها لحتى حمية لان بدي نزلها فوقه شايفين هلا هيك برجعة هلا هون انا بضيف اللبان في ناس بيضيفوا شطة فوق اللبان كمان طبعا ما بيخلطوهن خلط يعني بيكتوهن هيك كشكل يعني وبيتاكلوا سوا هلا انا دقتها مرة حسيتها طيبة لكن هيك اخفص لي انا عندي بالبيت الولاد ما بيأكلوا حد وزينت والسمنة اللي حميتها بطشها على وش اللبان وبحط له رشة فلفل احمر وبتكون جاهزة الاكلة لتقديم بتمنى انه تنال اعجاب بكون اكلة طيبة وخفيفة وتغيير شوي عن روتين الطبخ هلا بدنا نبلش بتحضيرات المحلاية انا عندي لتر ونص حليب رح فضي الحليب بالطنجرة ورح حط قسم من الحليب بزبدية صغيرة لان بدي حل النشفية بشغل الغاز تحت الحليب لحد ما يغلي بالوقت يلي بده يغلي فيه انا بجهز ترتيبات المحلاية هلا هون حطيت انا حوالي الخمس معالق صغار بس معبايين نشا لان النشا نوعيته عندي مو كل هل قد انا بستخدم طبعا بدنا نستخدم نشا الذرة مو النشا العادي هاد النشا ما بيطعم كتير بس في نوعيات منه هلا هاي المستكة بجيبها المستكة طبعا كتير ضرورية من دقة كتير كتير منيح لحد ما تصير مثل البودرة بعد ما ندقة انا بضيفه فوق النشا وبحركه معه بهاد الشكل هلا هون عندي ماء الورد وعندي ماء الزهر بدي استخدمه وعندي فانيلا هدول بدي احطه نضيفه للحليب لحتى ياخدونكها طيبة هلا هون بفضي المستكة فوق النشا طبعا انا لما ضيف النشا للحليب بضيفه بس يغلي بنازله مثل الخيط مع التحريك المستمر لحتى ما يكبتل معي هيك اسرع بيخلص بسرع ما بتنتظري وقت طويل وانتي قاعدة عم تحركي النقطة الثانية اذا انا حسيت الحليب بعد ما غلى وعاقت تمام بعد ما ضيف النشا حسيته مريء شوي برجع بحل شوية نشا وبضيف او قاط هيك عم يصير فيه عم تكون نوعيات النشا مختلفة من نوع للتاني ومعم تكون جيدة هلا هون انا بتضيف كريمة سائلة كتير بتعطينكها طيبة منضيفة للحليب هون عندي الحليب انا غلى وبضيف النشا بهاد الشكل بتحركوا وبتنزله شوي شوي النشا مع التحريك المستمر مشان ما يكبتل او يعملكون حبيبات بقلب الحليب منحرك هيك بهاد الشكل نتركه شوي طبعا نحنا لحتى يغلي ويبين معنا العقدة طبعه انا شفت سماكته تمام صارت فهون ضفت الحليب السكر على الحليب السكر طبعا يعني انت بدك تضيفي والدوقي يفضل ما تعتمدي على العيار وهون بضيف الماء الزهر وبضيف الماء الورد انا حطيت بالغطاف هناك تحطي مقدار معلقة واحدة من ماء الزهر ومعلقة من ماء الورد وهون انا حطيت تقريبا نصف معلقة صغيرة فانيلا الفانيلا كتير مهمة وهون الحدوق انا لا اتاكد انه كله نكحته تمام هيك صارت عندي جاهزة المحلاية انا بدي اسكبها عندي هدول الكاسات بدي اسكب فيهم المحلاية كتير بتطلع على فكرة طيبة بسوريا لما كنا نساوية اهل الشام هي المحلاية يعني كتير كانت مشهورة بدمشق فكنا نضيف ورق نارنج في عنا شجر نارنج فورق نارنج كنا نغليه ونغليه مع الحليب لما نبلش نطبخه كتير 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 بيعطيناكها طيبة وريحته كتير طيبة فيها طبعا بس نخلص طبخه منشيله بس هذا الشي كان يعطيه هيكه تمييز لنكهة المحلاية اللي كنا نحضره هون انا بنفس الوقت حضرت كاسعة تشيز كيك لكن ما نزلت لكم الطريقة بالتفصيل مشان ما يطول كتير الفيديو لكن اذا حبيتوا نح نزل لكم الطريقة كاملة بفيديو قادم اذا بتحبوا تسوفوا كيف حضرتها او بتحبوا تاخدوا الوصفة طبعا انا حبيت اعمل هيك تشكيله اه عملت تشيز كيك وعملت المحلاية وعملت كمان جي ليلة بنتي بس ما صبرت يعني اكتفيت بهذا القدر لانه الفيديو الصراحة طلع كتير طويل هلا هون انا حطيت الكريمة اه فوق المحلاية الكريمة انا بخفوق الكريمة السائلة حسرا بستخدمها ما بحب الشانطة وزينت بالمكسرات مثل العادة طبعا لازم ولادي يعني يحطوا لمستهم بالفيديو وعم ينتظروا بفارغ الصبر لحتى تجهز الاكلة وهون طبعا هاي كلايات الترتيبات الاخيرة للاكلة وهيك كانت عندي بس ضفت المكسرات وبعد ما خلصت اضافة المكسرات هلا لحفرجيكم الكرز يلي ضفتهم مشان الصبايا يلي بزلي سويد ازا بيحبوا ياخدوا فكرة او ما بيلاقوا من هاد الكرز اللي بنزين في المحلاية هلا لحفرجيكم صورة العلبة موجودة بكل المحلات طبعا انا بس بصراحة ما حبت كتير طعمتها هي بلا بزر طبعا هاد كرز وهيك كانت تقريبا جاهزة عنا وصفة المحلاية بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم بتمنى تكون فاضتكم هاي الوصفات وما تنسوا تعملوا لي لايك على الفيديو وما تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس لحتى تتابعوا كل شي جديد اللي بنزل عندي بقناتي وهلا بديو ادعكم وانتظروني بفيديوهات جديدة وبوصفات جديدة بامان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة